الجاز البولي في الإنسان بيتكون من الكليتين والحالبين والمسانة البولية وقناة مجرى البول الكليتين بيمتدوا على طول جانبي العمود الفقري خلف الغشاء البريطوني والغشاء البريطوني بيكون عبارة عن غشاء بيبطن تجويف البطن ولكن الكليتين مش بيكونوا موجودين جوه الغشاء البريطوني وبيكونوا موجودين خلفه وبيتصل بكل الكلية قناة اسمها الحالب دور الحالب هو أنه بينقلي البول من الكليتين وبيجمعه في المسانة البولية بعد كده بيخرج البول عن طريق قناة مجرى البول لخارج الجسم تعالى كده نعرف كل تفاصيل الكليا الكليتين بيكونوا موجودين في الجزء العلوي من تجويف البطن على جانبي العمود الفقري خلف الغشاء البريطوني طول الكليا بيكون حوالي 12 سنتيمتر وعرضها بيكون حوالي 7 سنتيمتر وسمكها بيكون حوالي 3 سنتيمتر والكلية بتكون على شكل حبة اللوبيا لان الجزء الخارج للكليا بيكون محدب والجزء الداخلي بيكون مقعر في الجزء الداخلي المقعر بيلاقي 3 قنوات او اوعية اول وعاء وهو الشريان الكلوي اللي بيكون باللون الاحمر الشريان الكلوي بيتفرع من الشريان الابهر البطني اللي هو الاورطة والشريان الكلوي دوره هو انه بينقل الدم المعاكسج للكلية يعني اللي بيكون فيه اكسوجين وكمان بينقل الفضلات للكلية علشان يتم فرطلتها داخل الكلية يعني كده الدم اللي بيدخل الكلي عن طريق الشريان الكلوي هو دم معاكسج وغير ناقي لانه لسه فيه فضلات الوعاء الثاني واللي بيكون باللون الازرق هو الوريد الكلوي اللي بياخد الدم غير المعكسج من الكليا علشان ينقله بعد كده للوريد الأجوى في السفلي اللي بيصب الدم بعد كده في الوزين الأيمن للقلب يعني كده الدم اللي بيخرج من الكليتين في الوريد الكلوي هو دم غير معكسج جناقي لأن الكليا فلطرت الفضلات اللي فيه وخرجته في صورة بول في الوعاء الثالث وهو الحالق بيتم تقسيم الكليا إلى ثلاث مناطق المنطقة الخارجية الديعة من الكليا اسمها الكشرة والمنطقة الثانية من الداخل بتكون عريضة وبتحتوي على أجزاء عاملة كده زي الأهرامات اسمها أهرامات الكليا بالإنجليزي رينال بيراميتس المنطقة دي اسمها النخاع المنطقة الثالثة والأخيرة وهي خوض الكليا والخوض الكليا هو عبارة عن تجويف مقعر بيصب في الحالب مباشرة الوظيفة الأساسية للكليا هي استخلاص البول من الدم والكليا علشان تقدر تقوم بوظيفتها بتحتوي على وحدات وظيفية صغيرة اسمها النفرونات جمع كلمة نفرون اللي هو الوحدة الوظفية للكليا وكل كليا بيكون فيها حوالي مليون نفرون يعني جسم الإنسان بيحتوي على كليتين يعني بيحتوي على 2 مليون نفرون علشان نفر موظيفة الكلية تعالوا نعرف تركيب النفرون النفرون بيتكون من جزئين رئيسيين الجزء الأول هو جزء منتفخ في البداية عامل شبه الفنجان كده اسمه محفظة بومن والجزء الثاني عبارة عن أنبوبة ملتفة حوالين نفسها اسمها أنبوبة النفرون محفظة بومن اللي اكتشفها العالم بومن فتسمت باسمه وهي عبارة عن جزء منتفخ شبه الفنجان ليه عقدار مزدوج وبتكون موجودة في منطقة الكشرة من الكلية محفظة بومن بيتصل بيها قناة ملتوية أو متعرجة على نفسها وعلشان القناة دي قريبة من محفظة بومن يبقى اسمها القناة الملتفة القريبة وبتكون موجودة برضو في منطقة الكشرة بعد كده أنبوبة النفرون بتنحني في منطقة النخاع وبتكون على شكل حرف اليو واللي اكتشف التانية دي هو العالم هنل فيبقى اسمها سانية هنل بعد كده بترجع أنبوبة النفرون لمطقة الكشرة تاني وبتكون في شكل متعرج علشان تكون الأنبوبة الملتفة البعيدة أو القناة الملتفة البعيدة اللي بتصب في النهاية في قناة كبيرة اسمها القناة أو الأنبوبة الجامعة وكل قناة ملتفة بعيدة بتنتهي في قناة جامعة واحدة ولكن القناة الجامعة الواحدة بتاخد من أكتر من قناة ملتفة بعيدة بعد كده بتنتهي القناة الجامعة بحوض الكليا اللي بيكون متصل مباشرة بالحال يعني كده كل كليا بتحتوي على حوالي مليون نيفرون والنيفرون الواحد عبارة محفاظة عاملة شابه الفنجان كده اسمها محفاظة بومان بتكون موجودة في منطقة الكشرة من الكليا وبيتصل بمحفاظة بومان قناة ملتفة قريبة بتكون موجودة في الكشرة برضو بعد كده بنلاقي فيه ثانية على شكل حرف اليو اسمها ثانية هينل بتدخل منطقة النخاع وترجع تاني للكشرة وتكون القناة الملتفة البعيدة في منطقة الكشرة بعد كده بتتجمع القناة الملتفة البعيدة للنفرونات فيه أنابيب اسمها إلى أنابيب الجامعة اللي بتصب فيه حوض الكليا اللي بيحصل هو أن الشريان الكالوي بعد ما يتفرع في الشريان إلى ورطة بيدخل للكليا ويبدأ أنه يتفرع لتفرعات أصغر وأصغر لحد ما في النهاية خالص بيكون شبكة من الشعرات الدموية بتكون موجودة داخل محفظة بومن والشبكة الشعرات الدموية دي اسمها الجمعة استخلاص أو تكوين البول بيتم من خلال عمليتين أول عملية اسمها عملية الترشيح والعملية الثانية اسمها عملية إعادة الامتصاص الاختياري عملية الترشيح بتحصل داخل محفظة بومن اللي بيحصل في عملية الترشيح أن الدم بعد ما بينتقل من الشريان إلى ورطة إلى الشريان الكالوي إلى التفرعات الأصغر لحد ما يوصل الشعرات الدموية الكتيرة اللي بتكون موجودة في محفظة بومان واللي اسمها الجمع بيتم ترشيح الجزء السائل من الدم اللي هو البلازمة وكل اللي فيها من مية وفضلات ومواد معدنية وجلوكوز وأحماط أمينية بيتم ترشيحها من الجمع الى داخل محفظة بومان بص مكونات الدم كلها هي البلازمة واللي بتكون حوالي 54 أو 55% من إجمال كمية الدم وقرات دم الحمراء والبيضاء والصفايح الدموية واللي كلهم مع بعض بيكونوا حوالي 45% من الدم كله البلازمة بيكون فيها مية بنسبة 90% وبقى العشرة في المية من البلازمة بيكون عبارة عن فوريتينات وأملاح مواد أخرى زي اليوريا والفيتامينات والجلوكوز والأحماط الأمينية والنواتج الأخرى لعمليات الايد كل المواد الصغيرة بيتم ترشحها الى داخل محفظة بومان وبتمر من خلال السقوب الموجودة في الشعيرات الدموية لكن الجزيئات الكبيرة في الحجم زي مثلا كرات الدم الحمراء وخلال الدم البيضاء والصفايح الدموية والبروتينات الجزيئات دي بتكون كبيرة في الحجم وبالتالي مش بتقدر انها تعدى من سقوب الشعيرات الدموية يعني كده كل اللي عادة هو البلازمة وكل اللي فيها معادة البروتينات نيجي بعد كده للعملية التانية وهي عملية إعادة الامتصاص الاختياري وده بتحصل على طول أنبوبة النفرون سواء كانت القناة الملتفة القريبة وسنية هنل أو القناة الملتفة البعيدة اللي بيحصل في عملية إعادة المسلس الاختياري هو أنه بيتم امتصاص المواد اللي الجسم بيحتاجها وبيتخلص من الفائض لأنه احنا كده كده صبينا كل الماء والجلوكوز والمواد المعدنية وكل محتوى البلازمة داخل أنبوبة النفرون أثناء عملية الترشيح فبيبدأ بقى إعادة امتصاص المواد المهمة فيتم امتصاص الماء اللي بيحتاجها الجسم وبيتخلص من الفائض وبيتم امتصاص معظم الأملاح اللي بيحتاجها الجسم وبيتم امتصاص كل الجلوكوز علشان الجسم بيحتاجه ولو زادت نسبة الجلوكوز في الدم وزادت عن حاجة الجسم يعني بتتخطى نسبة 180 ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب من الدم مش بيتم امتصاص الكمية الزايدة عن حاجة الجسم وبينزل الفائض من الجلوكوز في البول وبيسبب مرض البول السكري بعد ما بيتم اعادة امتصاص المواد اللي بيحتاجها الجسم بتفضل الفضلات النيتروجينية اللي بتكون في صورة يوريا واللي معروفة باسم البولينا وبالتالي كده مكونات البول بتشمل كل منه الماء الفائض عن حاجة الجسم والفضلات النيتروجينية اللي هي اليوريا وبعض الاملاح غير العضوية ومواد تانية فائضة عن حاجة الجسم بنسب صغيرة زي مثلا الفيتامينات والجلوكوز والأحماض الأمينية وأول منطقة بيطلق على السائل اللي ماشي فيها مصطلح البول هي القناة الجامعة عملية اعادة الامتصاص الاختياري هي عملية مهمة جدا 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 لأنها لو ما حصلتش كل اللي بيتم ترشيحه في محفظة بومن هيخرج مع البول وبالتالي في الحالة دي الجسم هينقص منه مواد كتيرة جدا وضرورية ومهمة للجسم كمان الجسم في الحالة دي هيكون محتاج يشرب حوالي 170 لتر من المية يوميا علشان يعوض اللي تم فقده ولكن من رحمة ربنا لنا طبعا هو حدوث عملية اعادة الامتصاص الاختياري بعد عملية الترشيح تعالوا بعد كده ناخد شوية معلومات وارقام صغيرة كمية الدم الموجودة في جسم الإنسان بتكون حوالي من 5 ل 6 لتر ودي الكمية اللي بيدخها القلب في الدقيقة الوحدة ربع كمية الدم اللي بدخها القلب بتروح للكلتين يعني حوالي من 1.2 من 10 إلى 1.3 لتر من الدم بيمر خلال الكليتين في الدقيقة الوحدة يعني حوالي 1600 لتر من الدم يوميا بيدخل الكليتين ودي نسبة كبيرة جدا وإحنا قلنا إن البلازمة بتشكل حوالي 55% من إجمال حجم الدم يعني حوالي 3 لتر من البلازمة بتدخل للكلية في الدقيقة الوحدة الفشل الكلوي معناه كده إن الكليتين ما بيقوش يوم بوظفتهم نتيجة إصابتهم بأي مرض من الأمراض أيا كان فبتبدأ تتراقم كل الفضلات النيتروجينية والمواد السمة والأملاح في دم الإنسان وبتسبب التسامم وبالتالي بتؤدي إلى الوفاة مع العلم إن الفشل الكلوي ده معناه توقف الكليتين الاثنين إنما لو توقفت كلية واحدة سواء كان بسبب مرض أو بسبب شخص اتبرع بيها فالإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة عادي وفي الحالة دي الكليا الموجودة بتجبر شوية في حجمها علشان تقدر تقوم بدور الكليتين مع بعض إنما لتوقفت الكليتين مش بيقدر يعيش الشخص ده لمدة طويلة وفي الحالة دي بنلجأ للجهاز الكلة الصناعي دور جهاز الكلة الصناعي هو إنه بيعمل على تنقية الدم من الفضانات اللي بيحصل في جهاز الكلة الصناعي اللي هي عملية الغسيل الكلوي هو إنه بيتم ضخ الدم من شريان المريض إلى الجهاز علشان يعدي في عنبوبة فيها غشاء شبه منفس غشاء شبه منفس يعني ولا هو منفس خالص ولا هو غير منفس وبالتالي بيسمح بمرور الجزيئات الصغيرة زي المي والجلوكوز واليوريا وما بيسمحش بمرور مكونات الدم الكبيرة زي قرات الدم الحمرة وخلايا الدم البيضة والصفاح الدموي بعد بيدخل الدم للجهاز بيكون فيه على الناحية التانية سائل اسمه سائل التنقية سائل التنقية بيكون فيه جميع محتوىات البلازمة مع عدى اليوريا والنواتج الإخراجية الأخرى للأيد وكل مكونات سائل التنقية بتكون موجودة بالتركيز الطبيعي في أي شخص طبيعي علشان بعد كده بيحصل تبادل ما بين المواد بخاصية الانتشار على جانبي الغشاء شبه المنفس يعني المواد هتنتقل من المكان اللي تركزها عالي فيه إلى المواد اللي تركزها مخافط فيه فلو في نسبة عالية من المياه في دم المريض بتمر من الدم إلى سائل التنقية وكذلك المواد التانية نيجي لليوريا اللي تركزها بيكون عالي في دم المريض وتركزها بيكون قليل في سائل التنقية فبتنتشر من الأعلى إلى الأقل وبكده يبقى تم تنقية الدم وبيرجع تاني دم نقي إلى المريض عملية الغسير الكالوي بتحصل من مرتين أو ثلاث مرات أسبوعية كل مرة بتاخد وقت حوالي من ثلاث إلى أربع ساعات مريض الغسير الكالوي بيعمل حاجة اسمها وصلة شريانية وريدية ودي بتكون عبارة عن وصلة بيركبها لقل الجراح في عملية جراحية بحيث أنه بيوصل شريان بوريد علشان ياخد منه الدم لجهاز الكلاء الصناعي والوصلة دي بتتركب لعدة أسباب أول سبب احنا محتاجين الدم يتضفق لجهاز الغسير الكالوي بسرعة وبضغط كبير وبكده احنا محتاجين الدم من الشريان لكن الشريان بيكون عميق وقطره بيكون دي فمعنى أنه بيتم واغز المريض مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا في شريانه ده موضوع صعب وخطير عليه علشان كده بيتم توصيل الشريان بوريد سطحي قطره واسع وبيزيد كمان من سمك جداره علشان يقدر يتحمل الواغز لفترات طويلة عن طريق وصلة شريانية وريدية طويلة الأمد ترجمة نانسي قنقر